بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله الدهس التاسع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب صفة الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وصل المؤلف رحمه الله في كتاب القضاء إلى باب صفة الحكم يعني الحكم القضائي كيف يتم كيف يتم كثير من الفقاه يقول طريق الحكم طريق الحكم وصفته هو ترك طريق الحكم طريق الحكم يعني السبيل السبيل الذي يؤدي إلى صدور يؤدي بالقاضي إلى إصدار الحكم ومشأ القضائي نعم باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي نعم يُعلم به المدعى تحريرا يُعلم به المدعى فإن كان دينا نعم لا تُقبل الدعوة لأن طريق الحكم يتكون من دعوة ومدعا عليه فالمدعي لا تُقبل دعواه إلا ببينه إلا ببينه قال صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه فلا تُقبل الدعوة ولا يصدر الحكم إلا بأحد أمرين إما اعتراف المدعى عليه فيخكم عليه باعترف وإما أن يقال للمدعي بينتك فإئتي بشهود شاهدين فإذا جاء بشهود حكم على المدعى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي البينة قال شاهدك أو يمينه يعني يمين المدعى عليه فإذا لم يكن مع المدعي شهود فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف أن يحلف بضراء ذمته مما ادعاه عليه فإذا حلف خليا يمينه نعم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى محررة يعني مكتوبة مبينا فيها المقصود المقصود كان يقول لا أدعي على هذا كذا وكذا ولبينتي عليه أما أن يقول لي عليه حق فقط ولم يبين لا ما يقبل يقول لي عليه حق وهو نقود أو طعام أو غير ذلك من نوع المدعى به على الخصم يبين هذا أما أن يقول لي عليه حق وأريد أن تحكم لي هذه الدعوى غير محررة ولا تقبل نعم لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى به فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه نعم ما ذكر قدره مثلا يقول مئة كيلو من التمر أو من البر مئة كيلو من البر من النوع الفلاني لأن التمر نوع فيعين النوع الذي يدعيه نعم فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده ذكر موضعه من الأرض وإنه في شمال البلد شرق البلد حدوده من الجهات الأربع يبدو يكون محدد ما يقول الدعي عليه بأرض مجملة كذا لازم يبين نعم وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كان المدعى به غير دين بل هو عين يعني شيء حاضر يقول هذا هذا هذه الشات هذا الجمل هذا هذا هذه السيارة مثلا فيعينها نعم وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها وإن ادعى عليه عينا غائبة عن مجلس الحكم فإنه لا بد أن يذكر جنسها ونوعها وصفاتها ما يقول لي عنده سيارة أو دابة أو ما يشبه ما يكفي هذا نوع كذا وإن ادعى عليه أرضا ذكر أين تقع وذكر هدودها من جميع الجيات ذكر مساحتها نعم وذكر نوعها هل هي زراعية أو سكنية نعم ثم يقول لخصمه ما تقول فإذا ادعى عليه شيئا حاضرا أو دينا موصوفا ومبينا فإنه يلتفت إلى المدعى عليه ويقول ما تقول فإن اعترف حكم عليه وإن أنكر طلبت البينة من المدعي فإن لم يكن هناك بينة حلف المدعى عليه وبري نعم ثم يقول لخصمه ما تقول فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر لم يخلو قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر فإذا أقر حكم عليه نعم وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام أحدها أو أحوال نعم أحدها أن تكون في يد أحدهما أن يكون المدعى عليه بيد أحدهما المدعي أو المدعى عليه الدابة بيد المدعي أو الدابة بيد المدعى عليه يحكم باليد لمن هي بيده نعم أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينه فإن قال نعم وأقامها حكم له وإن لم تكن له بينه قال له فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لدعا قوم دم رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو صدقوا بما يدعون لدعا رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه نعم وهذا واضح جدا الحمد لله القاضي براحة في راحة نعم إذا اتبع هذه الطرق فهو في راحة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وإن نكلا عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكمه إذا نكلا المدعى عليه عن اليمين أبى أن يحلف أبى أن يحلف فإن القاضي يرد اليمين على المدعي فيقول احلف على ما ادعيته عليه فإن حلف حكم له بذلك وهذا يسمى رد اليمين على المدعى عليه نعم وإن نكلا عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له نعم وإن نكلا أيضا صرفهما وإن نكلا المدعي أيضا يعني أبى أن يحلف كلهما أبى أن يحلف المدعى عليه والمدعي ماذا يفعل القاضي نعم وإن نكلا أيضا صرفهما صرفهما ويعني لم يحكم بينهما بل صرفهما من مجلس القضاء وأمر بإخراجهما نعم وإن كان لكل واحد منهما بينه حكم بها للمدعي إذا كان كل واحد هي سيارة أو دابة مثلا كل واحد معه بينه وهي بيد واحد منهما هي بيد واحد منهما فإن يحكم له باليد وضع اليد يحكم له بوضع اليد عليها نعم وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وإذا كانت وإذا كانت المدعى بها بيد واحد منهما وكل واحد معه بينه على أنها له قبلت بيّنة المدعي ولغت بيّنة المدعى عليه نعم وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا وإن وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له وإن أقر صاحب اليد أنه بيده أنها لغيره قال هي بيدي صاحب لكن أما هي بلي نعم وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا الثاني أن تكون في يديهما أي نعم تكون في يديهما في يدي المدعي والمدعي عليه كلهم في يديهما في حوزتهما نعم وقام كل منهما بين كل منهما بين قبلت بينة الخارج ولغت بينة الداخل نعم أن تكون في يديهما فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها نعم وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان نعم قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به هذا قول في المذاب وإلا الذي في متن الزاد أنه إذا كان مع واحد منهما بينة فإنه يحكم له إذا كانت بيده معه بينة يحكم له بها وتلغو بينة الخارج نعم وإن ادعاها أحدهما وادع الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدع النصف نعم وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدع الكل نعم الثالث أن تكون في يد غيرهما فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد نعم وإن كانت بيد واحد ثالث لا هي بيد المدعي ولا المدع عليه وإنما هي بيد واحد ثالث نعم الحكم أن تكون في يد غيرهما فإن أقر بها لأحدهما إن أقر من هي بيده أنها لفلان نعم أو لغيرهما أو أنها ليست لهما وإنما هي لواحد خارج عنهما نعم صار المقر له كصاحب اليد نعم يخكم له بذلك نعم وإن أقر لهما صارت كالذي في يديهما نعم وإن قال كالتي أو كالذي وصارت كالتي في يديهما نعم نعم كما سبق يكون الحكم ما سبق نعم وإن قال لا أعرف صاحبها منهما يعني يعني اللي هي بيده غير المدعي والمدع عليه يقال له من هي له هذه قال له ما أعرف صاحبها نعم وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينه فهي له أي نعم تعطى لمن بيده بين عليها نعم وإن لم تكن لهما بينه أو لكل واحد بينه استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلفا وأخذها استهما يعني اقترع الاستهام هو الاقترع فساهم يونس عليه السلام فساهم يعني اقترع فكان من المدحضين وقعت عليه القرعة فألقي في البحر عليه الصلاة والسلام فالقرعة يخكم بها في الأمور المبهمات ويستخرج بها الحق وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم نعم استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلفا وأخذها نعم باب تعارض الدعاوى نعم إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه إذا تنازع قميصا يعني ثوبا كل واحد يقول هالقميص لي هو لابدنه الواحد منهم لكن ما ندري أيهما إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه لأنه أمكن لأنه أمكن من الذي يأخذ بطرف من الثوب نعم وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له نعم بدليل أنه استعملها يده عليها فهذا الدليل على أنها له نعم وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له فهي لمن له الزرع لمن له الزرع أو البناء أو وغير ذلك واللي ما له فيها شيء هذا ما يخكم له لأن كون غرس فيها أو بنى فيها هذا الدليل على صدقه وأنها له نعم وإن تنازع صانعان في قماش دكان لهما فآلة كل صناعة لصاحبها نعم هذه إذا تنازع الصانعان في شيء من صناعتهم ليرجع فيه إلى أصحاب المهنة أصحاب فهو يعرفون من هو الذي صنعها يعرفون طريقة الصناعة نعم وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما إذا افترق الزوجان والبيت فيه أثاث كل منهما يدعيها الزوجة الدعي والزوج الدعي فإنه يعطى المرأة تعطى المرأة ما يليق بها ويعطى الرجل ما يليق به نعم فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما وما يصلح بينهما وما يصلح لهما فهو بينهما يقسم بينهما نعم وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما تنازع الجاران حائطا بينهما كل واحد يقول الأجدار برضي ولي وذا يقول لا أجدار لي وبرضي نعم وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما الجدار يصير بين الجيران ما لم يقم أحدهما بينه على أن الجدار له نعم وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له وإن تنازع صاحب العلوي والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع نعم واحد بالدور الأعلى هو دوران المبنى دوران واحد بالدور الأعلى وواحد بالدور الأسفل تنازع في السطح العلوي يقول السطح تبعي هذه أرضية غرفتي وأرضية وهو تبعي وذاكي يقول لا هذا سقف غرفتي وسقف بيتي فهو لي تنازع في السطح بينهما وإن تنازع صاحب العلوي والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما نعم يصير مشتركا مثل الجدار يصير مشترك بينهما ولا يختص به أحدهما لأن هذا سقف منزله وهذا أرضية منزله أو تنازع صاحب الأرض وصاحب النهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض وصاحب النهر في الحائط الذي بينهما فهو بينهما نعم لأنه مشترك يعني ما لأحد منهما بينه كل واحد منهما يدعيه فيشتركان فيه هذا هو الحل نعم وإن تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما نعم يحكى لأنه بيد كل منهما هذا ماسكن ماسكن كمى الثوب هذا ماسكن ببقية الثوب وكل منهم يقول هذا ثوبي ولا هناك بينة تفرق بينهما يخكم على أنه بينهما نصفان نعم وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه إن الميت كان على دينه النصراني يقول أنه على ديننا مات على ديننا هو المسلم يقول أنه على دين الإسلام وكل منهما يأخذ الإرث النصراني يأخذ إرثولي أنه نصراني والمسلم يأخذ إرثولي أنه مسلم نعم وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه إن عرف أصل دين الميت النصراني يعطى للنصارى وإن عرف دينه أنه عاش على الإسلام أو أنه كان كافرا ثم أسلم ومات يعطى للمسلم نعم وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم وإن لم يعرف تنازع مسلم وغيره في ميراث ميت في ميراث ميت هل يأخذه المسلمون أو يأخذه النصارى كل يدعي هذا فما الحكم فالميراث للمسلم فالميراث يحكم به للمسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم وإن كانت لهما بينتان فكذلك إن كان كل منهما له بينة اللي يدعي أنه على دين النصارى له بينة والذي يدعي أنه على الإسلام له بينة نعم وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم وإن كانت لهما بينتان فكذلك وكذلك يغلب جانب المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هنا وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها إن كانت لأحدهما المسلم البينة للمسلم يحكم له بميراث الميت وإن كانت البيناة للنصراني أو الوثني أو الكابر يحكم أنه للكابر بموجب البيناة التي معه نعم نعم البيناة على المدعي نعم وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسرا فإنه عتق كله ولا ولاء لهم عليه ولا ولاء لهم يعني ما يكون ولا العصاء العصوبة لأحدهما عليه لأنه ليس لهما بينة نعم وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسرا عتق كله ولا ولاء لهما عليه وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده وصار مبعضا نعم لأنه ما يمكن سراية العتق في هذا ما فيه مال يضمن نصيب الآخر نعم وإن كان مُعسرين لم يعتق منه شيء العقيقة هذه مسائل حجاوي ما هي مسائل رحمه الله ما جاب قواعد ما جاب قواعد فقهية نمشي عليه جاب أمثلة وكأنها حجاوي نعم وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه وإن اشترى أحد الشريكين في الرقيق نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه عتق بقدر ما اشتراه ولم يسري العتق على باقيه نعم ولا ولاء له يصير مبعض يصير مبعض نعم ولا ولاء له عليه نعم وإن ادعى كل واحد من الموسلين أنه أعتقى تحالفا وكان ولاؤه بينهما وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر أو يعني علق العتق على برئه واحد مريض له له عبد قال إن الله شفاني وأبراني فأنت عتيق فعلق عتقه على البرء نعم أو إن قتلت فأنت حر نعم علق علق عتقه على القتل وحصل القتل إذا حصل المشروط إذا حصل الشرف حصل المشروط نعم وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر أو إن قتلت فأنت حر فادع العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم لأن الأصل عدم البرء وعدم القتل نعم وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة نعم ولو مات رجل وخلف ابنين شغلنا الباب اللي بعده هذا الحجاوي كله ما تمسكنا شيء نعم باب حكم كتاب القاضي كتاب القاضي إلى القاضي مثلا قاضي في القصيم عرضت عليه القضية قضية في الرياض والخصم في القصيم يسمع البينة يسمع الدعوة على المدعى عليه ثم يكتب لقاضي الرياض إنه إدعى عندي هولان وأقام البينة وبقية مجريات الحكم تكون عند القاضي الذي في الرياض نعم باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينه يجوز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره إذا ادعى على شخص غائب قيل له أحضره قيل له أحضر خصمك ولم يستطع ذلك لم يستطع ذلك فإنه يجوز الحكم على الغائب يحكم على الغائب يحكم على الغائب والغائب على حجته إذا قدم من مغيبه فهو على حجته له أن يوافق أو ينفي نعم يجوز الحكم على الغائب فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على حكم على أبي معاوية رضي الله عنه أبي سفيان حكم على أبي سفيان وهو غائب لأن امرأته لأن امرأته هند بنت عتبة ادعت أنه لا ينفق عليها أو لا يعطيها ما يكفيها وهو غائب فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا حكم على الغائب نعم يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينه ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله يلزم قبول القاضي المكتوب له قبول كتاب القاضي الذي في البلد الأخرى نعم لأنه بمنزلة الحكم نعم لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به فإذا حكم مثلا في بلد وكتب بحكمه إلى قاضي بلد آخر فإنه يلزم قاضي البلد الآخر تنفيذ الحكم ولا يقول لا نفتح القضية لا سفيك القاضي الأول وكتب لك فأنت مجرد منفذ أو منهي للحكم نعم لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به كتاب القاضي السألة الذي في البلد الآخر لأنه حكم قضائي يلزم المكتوب له أن ينفذه نعم ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقول لا يثبت قبول كتاب القاضي إلا بشاهدين على أنهى الكتاب هذا أنه كتاب القاضي هلان وهذا خطه وهذا نعم ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا قرأه القاضي الكاتب قرأه علينا بعد كتابته وتحملناه حنه نعم أو قرأ عليه بحضرتنا أو قرأ عليه على القاضي الغايب بحضرتنا وأقره نعم يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتاب إلى فلان نعم أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم يجري ينفذونا لأن المحكوم علمه في البلد في بلد آخر فيكتب القاضي بالحكم الذي حصلت فيه الدعوة يكتب إلى قاضي البلد الآخر أني حكمت على فلان وفلان وهو عندكم فنفذ عليه الحكم نعم هذه استنابها القاضي له أن يستنيب عنه نعم فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عامل به لو نزال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل فإن البديل الذي يأتي بعده يقوم مقامه نعم فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عامل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه نعم لأنه حكم قضائي ما يلغى نعم ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص يقبل في سائر الحقوق كتاب القاضي إلى القاضي الآخر يكتب في سائر الحقوق يقبل في سائر الحقوق إلا القصاص والحدود فلا يقبل ما يقبل لأن هذا فيه قتل وفيه قامة حد فلابد أن تعاد القضية في البلد الذي فيه فيه التنفيذ مثلا تعاد القضية ما يكفي هي أنه يبني على حكم قاض غاية يعني هذا خطير يعني قتل أو قطع يد أو ما شبه ذلك تعاد الحكومة في البلد نعم ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص نعم باب القسمة 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 بين الشركة قسمة بين الشركة ككككها قسمة الأراضي وقسمة البيوت والمباني وقسمة المزارع نعم باب القسمة وهي من الأحكام القضاية نعم وهي نوعان قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض نعم إذا كان القسمة القسمة على نوعا قسمة إجبار وقسمة تراضي فقسمة الإجبار هي التي ليس فيها رد عوض من طرف إلى طرف لأنها متساوية أرض كل سوى قسمة بين شركين وأما إذا كان في بعضها مباني أو زراعة أو شيء فهذه لا هذه ما يقبل فيها فيها رد عوض هذه فيها رد عوض لابد من التراضي ما هي قسمة إجبار هذه سمى قسمة تراضي نعم قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه أجبره الحاكم على القسمة لأنه لأنه ما يضار الشريك الآخر ويمنعه من حقه والتصرف فيه بل يفرز حق كل منهما وكل يستلم نصيبه ويتصرف فيه ولا ضرر على الآخر نعم أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينه إذا ثبت ملكهما لهذه المتنازع بها وأما إذا لم يثبت فلا يقبل دعوى من ادعى إلا ببينه فإن أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينه فإن أقرى به لم يجبر الممتنع عليه إذا كان فيها رد عوض ما يمتساويها فيها رد عوض من طرف إلى الآخر هذه تراضي لازم من التراضي لأن العوض هذا لازم يقبل من مثابة البيع فلازم يرضى الطرف الآخر بهذا نعم فإن أقرى به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما نعم وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينه من الله ما يعني بذلك نعم والثاني قسمة التراضي نعم وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما وإذا يكون قسمة التراضي في الدور الضيقة والدكاكين الضيقة لازم يتراضيان على القسمة لأن هذا فيه ضرر على الطرف الآخر الذي لا يريد القسمة نعم والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما ما فيه ضرر في قسمته ما فيه ضرر في قسمته على الآخر وإذا بقي ولم يقسم فإنه لا ضرر على أحدهما نعم والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إلا برد عوض من أحدهما وإذا لم يرضى تبقى نعم لا ينتفعه فيها والقسمة والقسمة وإفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار لأنه ما يبيع هذه ما هي ببيع الشفعة إنما تكون في البيع نعم والقسمة وإفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وليس بها خيار المجلس إنما هي إلزام نعم إذا تفرق لزمت نعم وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا هذا سهل المكيل والموزون هذا يكال نصيب كل واحد منهما بالمكيال نعم وهذا ما فيه إشكال لأنه يفرز بالمكيال أو بالميزان ولا حوله إشكال فيه النوع الثاني في الثمار خرصا الثمرة في النخيل مشتركة تبي تقسم كيف تقسم بالخرص إجابة الناس من أهل الخبرة يقدرون ثمر النخيل هذا كم هو في الميزان أو في المكيل ويقبل قولهما في ذلك تقسم ثمرها في رؤوس النخل تقسم بين الشركة لمعرفة أهل الخبرة نعم وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض الوقف نعم إذا لم يكن في قسمته رد عوض لأن إذا صار فيها رد عوض صار حكم البيع والوقف لا يجوز بيعه نعم وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه تجوز قسمة الوقف إذا كانت قسمة إجبار لا ضرر فيها على الطرف الآخر هذه إجبار لأن ما على حد منهم ضرر وأما إذا كان فيها تراضي من رد عوض فهذه لا ما يقسم الوقف نعم ويجوز قسمة الوقف إذا ويجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز الطلق يعني غير الموقوف نعم وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز وإن كان من رب الوقف جاز نعم وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج إذا مثلا قسمة الأرض قسمة الأرض وأفرز نصيب كل واحد فإنه لا يكفي هذا لابد من القرعة فتوضع مثلا توضع أسماء الشركة في يد واحد ولا يدرون عنها الآخرون توضع مكتوبة أسماء الشركة لأن كل واحد يبي القطعة الفلانية مش اللي ينهي خصومتهما القرعة لأن تكتب أسماءهما خفي أو تعطى واحد تعطى واحد ثم يقال ضع أسماءهم على القطعة هذه فمن وضع اسمه على قطعة صارت له نعم لأن القرعة فيها فيها إرضى للطرفين أو للأطراب نعم لأن ما فيها حيف ولا فيها يعني اتهام نعم وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سأمه على شيء صار له ولزم بذلك يعني إذا مثلا الأرض أفرز نصيب نصيب الشركة فيها وكل واحد يبي الجهة والواحد لا يبي الجهة الثانية وشاللي تخلصهم القرعة تكتب أسماءهم وتعطى واحد ما يدري عن الموضوع ثم يقال له ضع هذه الأسماء على هذه القطعة هو ما يدري عنه من كان يدري لا يخشى أنه يحيل يجي واحد ويأخذ هذه الأسماء ويضع على هذه القطعة من خرج اسمه على قطعة فهي الأولى ولا نزاع ولا شيء نعم فمن خرج سأمه على شيء صار له ولزم بذلك نعم ويجب أن يكون يلزم الأخذ بالقرعة ولا يقول أنا ما رضيت أنا ما نعم ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك الحاكم هو اللي يروح يقسم لكن يشكل لجنة أو شخص من أهل المعربة هو اللي يروح يقسم نيابة عن الحاكم نعم ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك عدلا يعني غير فاسق أو متهم نعم وكذلك كاتبه كذلك كاتب الحاكم يكون عدلا ما يتهم أنه يغير الكتابة لواحد دون الآخر نعم كتاب الشهادات الشهادات لأن القضايا لأن الحكم القضايا يبنى على الشهادات أو على الإقرار نعم كتاب الشهادات تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية تحمل الشهادة كان يقول واحد للآخر اشهد على أني أشهد على كذا وكذا هذا يحتاجه الناس لأن هذا الشهاد الأصلي قد لا يستطيع السفر قد أو يموت قبل أن فإذا حملها فالمتحمل يقوم مقام الأصل يقبل كلامه في ذلك نعم تحمل الشهادة وأداؤها وأداؤها فرض كفاية يعني لو تحملها عدد من الأشخاص ما يجابون كلهم إذا جاء واحد منهم وبيّن هذا فرض كفاية نعم إذا قام به من يكفي فلا يطالب الآخر نعم تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية وإذا لم يوجد من يقوم بها سواء اثنين لزمهما القيام بها إذا لم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة إلا اثنان فقط يلزمهم التحمل لألا تضيع الحقوق نعم وإذا لم يوجد من يقوم بها سواء اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر نعم لقول الله تعالى إذا كان عليهم ضرر في تحمل الشهادة أو في أداء الشهادة فلا يلزم بهذا نعم لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِصْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِصْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ لا الشهادة لا للهواء ولا للحيف مع أحد وإنما هي لله يحتسبها عند الله لأنها تريح القاضي وتضمن الحقوق لأصحابها نعم كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِصْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين نعم لا تحيف مع نفسك أو مع والديك أو مع أقاربك تؤدي الشهادة لله ما فيه نظر إلى فلان وعلان نعم والمشهود به أربعة أقسام أحدها الزنا وما يُجِب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول نصاب الشهادة نصاب الشهادة يكون بأربعة شهود يكون بثلاثة شهود يكون بشاهدين يكون بشاهد واحد نعم حسب الحقوق نعم والمشهود به أربعة أقسام أحدها الزنا وما يُجِب حده هذا لازم من أربعة شهود ولو رجع واحد منهم يُقام حد القذف على الجميع يصير قذف هذا فلابد من تكامل الأربعة في مجلس واحد ما هو بيجي واحد ويكمل بعدين لا في مجلس واحد يعني هذا فيه صيانة لأعراض المسلمين نعم لولا جاءوا عليه يعني الإفك جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون نعم أحدها الزنا وما يُجِب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال نعم لأن الذين الذين اتهموا أم المؤمنين في سفرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو تسمى قصة الإفك والذي تبناها هم المنافقون أما أهل الإيمان ما عندهم شك في هذا ما عندهم شك في براءة أم المؤمنين إنما استغل المنافقون هذه القضية والقضية أنها رضي الله عنها ذهبت لتقضي حاجتها ذهبت لتقضي حاجتها بالليل فلما رجعت وجدت القوم قد رحلوا يحسبون أن في الهودج شالوا الهودج يثبتوا على الرأي لأنها خفيفة ما فظنوا أنها في الهودج فلما جاءت ووجدتهم ذهبوا من ذكائها وحذقها إنما خبطت راحت هنا وهنا بل بقيت في المكان لأنها تعلم أنه سيأتي قومها إلى هذا المكان يرجعون إذا فقدوها فلونا راحت عنه هنا وله هنا ضاعت فبقيت في المكان حتى جاء رجل من الصحابة ومن فضلائهم كان خلف الركب كان نزل خلف الركب ونام لأنه يغلبه النوم فنام فلما جاء آيابي يلحق بالقوم شاف السواد فقال هذا وش السواد هذا راح يشوف ماه فاستيقظت أم المؤمنين وغطت وجهها فقال إنا لله وإنا إليه رجعوا فأبرك الراحلة ووطئ على يدها حتى ركبت أم المؤمنين وذهب يقود بها صفوان بن المعطل رضي الله عنه ذهب يقود فلما نجلوا في القيلولة وصل صفوان بأم المؤمنين فرح المنافقون بهذا وقال أم وعدته وبينه وبينه موعد وأكذا وكذا وحصل على الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا شدة بسبب هؤلاء المنافقين وله يعلم براءة أم المؤمنين نعم أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء نعم أربعة رجال أحرار الرجال ما فيهم نساء وأحرار ما فيهم مملوك نعم عدول عدول ما فيهم فاسق نعم الثاني المال وما يقصد به أما المال وما يقصد به فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء نعم أما بقية الحقوق أما بقية الحقوق فلا تقبل فيها النساء شهادة النساء لا تقبل شهادة النساء على السرقة لا تقبل شهادة النساء على الزنا لا تقبل نعم الثاني المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين نعم وبرجل نعم إذا تباعتم إذا تداينتم بدين إلى أجل إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه ثم قال هذا توثيق هذا توثيق نوع من التوثيق ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا التوثيق ثاني زيادة فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا في الأموال وما يقصد به المال نعم وأما الحدود وأما التعازير وأما ما تقبل فيها شهادة النساء نعم المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب نعم وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين نعم أما ما ليس بمال ولا مما يقصد به المال من الحدود والتعازير فلا يقبل فيها شهادة النساء نعم فلا يثبت إلا بشهادة رجلين الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة أمور النساء الخفية تقبل فيها شهادة امرأة تقبل فيها شهادة امرأة تطلع على المرأة وعلى حالتها الخفية نعم لأن الرجل ما يطلع على هذا نعم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض الولادة بأن تشهد القابلة أن مفلانة ولدت هذا الطفل إذا حصل فيه اجتباه فتقبل شهادة القابلة امرأة واحدة لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء هو العادة أن القابلة الواحدة تكفي ما يروحون يجيبون عدة قابل لامرأة واحدة نعم كالولادة والحيض كالولادة والحيض والحيض إذا ادعت أنها حاضت من أجل أن تخرج من العدة من أجل أن تخرج من العدة وأنكر الزوج أو ما أشبه ذلك فحينئذ يقبل شهادة المرأة أنها قد حاضت الحيضة الثالثة أو الرابعة نعم كالولادة والحيض والعدة والعدة إذا ادعت المرأة أنها انقضت عدتها ما نقول هاتي بينها هي أدرى بنفسها فإذا ادعت أنها انقضت عدتها يقبل قولها في ذلك لأن هذا لا يعرفه إلا هي نعم والعيوب تحت الثياب والعيوب التي تحت الثياب في المرأة عيوب كالرتق والقارن والعفل وما شبه ذلك في الفرد هذه لا يقبل فيها المرأة الواحدة نعم فيثبت بشهادة امرأة عدل فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك نعم الدليل على قبول شهادة المرأة الواحدة أن هذا الرجل تزوج امرأة تزوج امرأة ثم جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتكما يعني فأنتما أخواني من الرضاء لهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال كيف وقد قيل فأتركها الرجل نعم فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة الأمة كيف يعني كيف تبقى الزوجية وقد زعمت أنها أرضعتكما ففارقها الرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر نعم لأنها امرأة تدخل نعم وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص شهادة المملوك تقبل في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال إلا في الحدود كقطع اليد والرجم ونعم إلا في الحدود والقصاص والقصاص الذي هو قاتل هذا ما يثبت الله بالرجال ما يثبت بالنساء نعم وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع أين ما المرضعة تقبل لأن الرسول قبلها لما قالت قد أرضعتكما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقبل خبر المرأة المرضعة نعم وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة من القاسم بين الشركة التي سبقت نعم وشهادة الأخ لأخيه لأنه غير متهم شهادة الأخ لأخيه لأنه غير متهم بذلك أما شهادة الوالد لولده أو شهادة الولد لوالده فلا تقبل لأنه متهم في ذلك نعم وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه نعم وتقبل شهادة الصديق بشرط أن يكون هذا الصديق من العدول معروفين بالعدالة نعم وشهادة الأصم على المرئيات شهادة الأصم لما يسمع يقبل شهادته في التي ترى بالعينين وأما فيما يسمع لا ما تقبل شهادتها وأصم نعم وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت شهادة الأعمى إذا تيقن معرفة الصوت شهد على شخص لأنه سمع صوته فتقبل شهادته لأن العنيان أكثر حساسية من المبصرين وهذا شيء معروف ومشاهد فتقبل شهادة الأعمى على معرفة الصوت لا على معرفة الشخص نعم وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي نعم وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر بحق شهادة المستخفي نعم وشهادة وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي ومن سمع إنسانا يقر بالحق يشهد على إقراره أنه أقر بهذا الحق ولعله يكفي هذا نعم شو قفت عليه وما تظاهرت ما يقبل وما تظاهرت به الأخبار استقرت معرفته لا أخلك معه للباب نعم نقف عند هذا نكمل للسطرين الباقية لا سطرين يمكن به نمية مسألة نعم رضية الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا تبينت أن الدعوة كيدية هل للمدعى عليه أن يطالب بعقوبة المدعي هل ينبى بالتعزيرات إذا رأى القاضي ذلك واستحسن له ذلك نعم فطيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا تكون القضاة من النساء فإذا ذهبت إلى المحكمة فإني أتقاضى عند قاضية فهل تكون أحكامها معتبرة نعم ولا ضيع حقك إذا ما كذبت ولا أخذت حق غيرك وإنما استخرجت حقك فلا بس نعم ماذا لم تعد نعم فضيلة الشيخ لا تخلي حقك يضيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصم والبكم هل يجوز أن يعين الإمام لهم قاضيا من أنفسهم ليسهل التفاهم معهم في قضاياهم لا معه هذا في تاريخ الإسلام إن الصم حق لهم قاضي لحالهم والبكم لهم قاضي لحالهم ما هو عرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لم يوجد قضاة في البلد كبلد الكفر فهل يجوز لطالب العن أن يقضي بين إثنين إذا تخاصم إليه حتى في بلاد الإسلام إذا حكم إذا حكم الخصمان رجلاً بينهما جاهز هذا وينفذ حكم عليهما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا توفرت قرائن قوية عند القاضي فهل تقوم مقام البينة ويحكم للمدعي إذا كانت قرائنه قوية القاضي لا يحكم بعلمه أبداً إنما يحكم بالبينة ولا يحكم بعلمه وله يدري هو يدري أن هذا هو الصحيح وهذا هو المحق لكن ما يحكم بعلمه لأنه متهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كتبنا عقداً بيننا فهل يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط في العقد أن التحاكم عند القصومة إلى المحكمة الفلانية في بلاد الكفر لا لا يجوز لهذا هذا تعسر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان في البلاد التي نتحاكم إليها المحاكم وضعية هل يجوز لنا التحاكم وأخذ حقوقنا من هناك نعم إذا ما تأخذ إلا حبك ولا تظلم أحد هذا نعم فضيلة الشيخ ولا تخلي حبك يضيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تخاصم الزوجان في أثاث البيت وكان لأحدهما بينه فهل تأخذ ببيناته أم يقال بأن إذا أقام أحدهما البينة على ما من عدمها اسأله ولا تسأل فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد أن الدعاء يوم الأربعاء أنه مستجاب بخصوصه لا الرسول دعا يوم الأربعاء واستجيب له لا لأنه يوم الأربعاء لأن الله استجاب دعاءه والدعاء استجاب في كل وقت الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ولم يحدد ما قال إذا دعان يوم الأربعاء قال إذا دعان في أي وقت من ليل أو نهار باب الإجابة مفتوح والله ليس على بابه يعني خراس أو ناس يمنعون يرتفع إليها الدعاء سبحانه بدون أن يعترض عليها حتى نعم ويسمع ويرى سبحانه نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما فلا باس لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه هذه واحدة الثانية إذا كان في محل زحام ولا له طريق إلا المرور مثل ما هو في الحرام مثل ما ولو كان المصلي يصلي بدون ما يصلي لنفسه إذا قر إلى المرور من أمامه لأن محلات الزحام يسمح فيها توقف الناس لمن تتسلم تقاتلون يتذابحون الناس في الزحام نعم هذه ضرورات ما ينظر فيها إلى نعم لأن يشوف ناس في الحرام يدفعون اللي يمر بعضهم يطيح لا يدفعوا هذا من الجهل خل الناس يمرون هذا الزحام وهذا نعم حتى المرأ تمر أمام الرجل ولا تضر لأن هذا الزحام مستثنة نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول في العمل عندنا مشرف في العمل عندنا مشرف وقد حصل عليه ظلم فحتى لا يطرد من عمله شهدنا شهادة كاذبة لأجل إنقاذه فهل يجوز لنا ذلك لا ما يجوز لكم ذلك الشهادة الكاذبة شهادة زور هذه ما تجوز نعم رضيلة الشيخ وفقه ما شهدنا بقائها في البيت وحدها امرأة توفي زوجها وهي موظفة فخشي ويني في موظفة في غير بلدها موظفة في غير بلدها ما ذك يقول خشينا من بقائها في البيت وأن يصيبها الحزن هل يجوز أن تخرج لزيارة والديها في وقت الإحداد اي نعم تخرج بالنهار تخرج بالنهار وترجع بالليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله موحدة يجوز لأن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف هل عليه زكاة إذا توفر عنده رصيد عليه زكاة بلا شك وبلغ النصاب توفر عنده رصيد وبلغ النصاب هل عليه الحول تجيب عليه زكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل يقول عنده سيارات وتريلات يؤجرها على عمال أجانب من مبلغ شهري هذه السيارات والتريلات هل عليها زكاة وكيف يزكر على الأجرة زكاة على الأجرة أما نفس السيارات التي أجلها ما عليها زكاة مثل المحلات التي أجلها ما عليها زكاة المحلات إنما الزكاة على الأجرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع المرأة مكاناً محدداً في البيت تصلي فيه ولا تنتقلوا عنه إلى غيره بل مكاناً واحداً وسجادة واحدة خلها تصلي لا تمنعها خلها تصلي المكان اللايط بها هي أدرى منك بما يصلح لها تدخلون حتى على النساء بالنوت رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول احتاجوا إلى سيارة للعمل بها وليس عندي نقد نظراً لظروفي المادية فهل يجوز أن آخذ سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك لأجل الضرورة؟ لا ما يجوز هذا استاجر لما يسر الله لك وإذا توفر عندك ما ليشر سيارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التعامل مع أهل البدع في أمور البيع والشراء في أمور الدنيا؟ لا بس بذلك البدع ما تدخل في المعاملات هذا ما باح الله البيع والشراء حتى الكفار الكفار من تبيع وتشري منهم؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز أن أعقى عن أبنائي الأربعة أن أعقى عنهم بعجل بدلاً من أن أعقى عن كل واحد بغنم؟ أولاً العقيقة على الوالد ما يبعى على الأم على الوالد من حق الولد على والده ثانياً العجل إذا كان سنها لازم من السن مثل الأضحي يكون سنها مثل سن الأضحي البقرة لها سنتان إذا كان له سنتان وأيضاً لا يكون فيها اشتراك إنما تكون عن واحد البقرة والبدنة إذا عقى بها تكون عن واحد ما يمهل أضحيها البقرة عن سبع والبدنة عن سبع لا إذا ذبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون فيها اشتراك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سمعت الأذان عن طريق الإذاعة وكان هذا الأذان من الحرم مباشر وأنا في الرياض فهل يشرع أن أردد خلف المؤذن هذا يا أخي هذا ذكر لله عز وجل سواء من الحرم أو من غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لصاحب العقار أن يؤجر محلاته التي يملكها على أصحاب منكرات كمحلات الغناء ومحلات الشيشة هذا منصوص عليه ما يجوز أنه يجرها لمن يعمل فيها الخمر لمن يجعلها لأصحاب الفساد يجتمعون فيها هذا حرام ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تذكر الإمام بعد شروعه في الصلاة أنه على غير وضوء وقد بدأ بقراءة الفاتحة ينصرف ينصرف وإما أن يخلي واحد يصلي بهم يبدأ الصلاة من جديد ينوب عنه ويبدأ الصلاة بهم من جديد وإما أن يقول انتظروا ويذهب ويتوظى ويرجع إلى يبدأ الصلاة بهم من جديد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وقامت الصغور قال انتظروا ثم خرجوا وتوظى عليه الصلاة والسلام ثم عاد وصلى به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لكن بعض الناس يستحي يستحي ويصليبهم وعلى غير طهارة من أجل الحياة هذا ما يجوز هرام عليه صليبهم وعلى غير طهارة الدين ما فيه محابات ولا فيه مجاملة ولا فيه لا حياء في الدين نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يعتمد على الرؤى في تحري ليلة القدر فهل هذا مشروع لا الرؤى ما يثبت فيها حكم شرعي ما يثبت بالرؤى حكم شرعي إلا رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم انتعيش الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكرا